والله العظيم أنا سواك لأحد الشركات التوصيل عندنا الشركات هذه اللي دخلت علينا درحين مثل شركة أوبر وشركة كريم أقسم بالله أنها ساعدت البنات على الضياء أنا يا بو شارع سواك والله العظيم أنها تجيني طلبات على الساعة أربع الفجر أجي أخذ البنت من عند باب بيت أهلها لا حسيب ولا رقيب لا حسيب ولا رقيب والله أني أخذها وديها مكان ثاني تروح تشتري شراب ولا تشتري حشيش أقسم بالله العظيم يا بو شارع أنهم يتعاطون قدامي في السيارة لا أقدر أتكلم ولا شيء لأننا محاسبين عند الشركة وبياناتنا مسجلة شفت؟ هذا الشيء الأول الشيء الثاني والله العظيم يفيه مواني لا أقدر أتكلم ولا شيء لأننا محاسبين عند الشركة وبياناتنا مسجلة شفت؟ هذا الشيء الأول الشيء الثاني والله العظيم فيه مواقف الشيء بالرأس صراحتا أنا شفتها وإذا الآن ما راح ما أنا مصدق نفسي يعني من ناحية تعامل البنات مع أولياء أمورهم أو تعامل الزوجة مع زوجها واحدة تكلم زوجها وهي راكبة وراء والله العظيم يا بو شارع أنها تكلمه يعني في وضع مخل وضع شربانة تكلمه وتقول لحد يدري وإذا أمي يكلمتك قل لها أني في البيت يعني زوجها هو اللي تستر عليها الله لا يبلانا هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنا أرساله ودي أوجهها لأولياء الأمور تكفون 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 والله أنها من القلب تكفون تكفون انتبهوا لبناتكم انتبهوا حاسبوا وقفون انتبهوا لبناتكم انتبهوا حاسبوهم الشركات صح فيه ناس يوصلون فيه بنات محتشمات يركبون وفيه ناس فيهم خير واخذهم فوقات مناسبة يعني طالع من الدوام او اديها البيت اهلها يعني فوقات مناسبة اما في الساعة 6 الصباح وقت ويكند على الساعة 3 الفجر طلبات بالهبل في الشريهات والله يا بو شارع يا شفت ضياع في الشريهات بنات دائما يركبون معي يعني اغلب الطلبات اللي تجيني اخر الليل ولا الصباح كلهم سكرانات كلهم تعاطيات يا بو شارع شفت شفت